السلام عليكم متابعي دراما سبورت بعد التوقف الدولي الأخير في تصنيف فيفا جديد هذا التصنيف اللي شفنا فيه تقدم بعض المنتخبات العربية بشكل مبهر جدا وكمان فيه تراجع لبعض المنتخبات العربية بشكل غريب جدا وبهذا الفيديو رح نتعرف على أفضل عشر منتخبات عربية بتصنيف الفيفا الجديد اللي صادر اليوم تحديدا وكمان رح نتعرف على أفضل عشر منتخبات عربية بالتصنيف ومين تراجع ومين تقدم وكل هالأمور لكن قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عب تفاصيل شوف يا صديقي العزيز رح نبدأ بالتصنيف العالمي أفضل عشر منتخبات وبعدها رح نحكي عن التصنيف العربي أفضل عشر منتخبات عربية ومين تقدم ومين تأخر على كل حال بالمركز العاشر بالتصنيف العالمي منتخب إسبانيا منتخب إسبانيا محافظ على المركز الموجود فيه بالتصنيف العالمي لا تقدم ولا تأخر نتائجه كانت منطقية بالمباريات الودية ما فيه لا تراجع ولا استثلام المركز التاسع منتخب إيطاليا منتخب إيطاليا متراجع بالتصنيف وكمان منتخب إيطاليا بالنقاط تراجع على سبب واضح جدا بالتصفيات الأوروبية المنتخب الإيطالي عم بيقدم مستوى مانو إيجابي سيء فينا نقول المنتخب الإيطالي تعادل مع جورجيا تعادل مع منتخب أوكرانيا فوضعيته حتى بمجموعة التصفيات الأوروبية مانا سهلة وممكن يغيب عن المنتخب الإيطالي إذا استمر بهذه النتائج ببطولة اليورو يعني كل شي وارد فبالتالي منتخب إيطاليا مت راجع حاليا موجود بالمركز التاسع بالمركز الثامن منتخب البرتغال المنتخب البرتغالي متقدم بمركز منتخب البرتغال فينا نقول قدم مباريات ودية جيدة المباريات كانت سهلة يعني الأمان المباريات ما كانت صعبة للمنتخب البرتغالي لكن حاليا بعد بطولة كأس العالم نتائج منتخب البرتغال جيدة يعني بتقدم مستمر فبالتالي ما عم نلاقي تراجع بل عم نلاقي تقدم لكن تقدم طفيف بصراحة المنتخبات العالمية التقدم عندها طفيف جدا لأن الغالبية العظمى عم بتفوز بالمباريات فبالتالي التقدم نوعا ما طفيف طبعا بالمركز السابع منتخب هولندا المركز السادس منتخب كرواتيا المركز الخامس بلجيكا هالمنتخبات لا تقدمت ولا تأخرت محافظة على نفس المراكز الموجودة بالتصنيف الفيفا كمان نتائجها خلال المباريات الودية كانت جيدة المنتخبات ما خسرت مباريات فبالتالي حافظت على نفس المراكز وما نبعيد عن بعض يعني ممكن بأي لحظة تلاقي هولندا عم بتسابق كرواتيا كرواتيا عم بتسابق بلجيكا هولندا عم بتسابق بلجيكا تلاقي منتخب إسبانيا مسابق الكل وواصل المركز الرابع فمتقاربة جدا أفضل عشر منتخبات جدا متقاربين من ناحية التصنيف من ناحية النقاط من كل النواحي متقاربين جدا على أكيد السؤال الدائم ليش بلجيكا بالمركز الخامس بلجيكا دائما عم بتقدم بالتصفيات عم بتقدم بالمباريات الودية نتائج جيدة ممكن بالبطولات المجمعة بآخر يورو أو حتى بكأس العالم ما قدمت مستوى لكن لما بالتوتال يعني بالنتائج العامة للمنتخب بلجيكا يستحق يتواجد بالمركز الخامس على فكرة لأن دائما النتائج جيدة يعني إذا حكينا عن أفضل أربع منتخبات فالمركز الرابع للمنتخب الإنجليزي متراجع شوي مو بالتصنيف بقدر ما بالنقاط لأن منتخب إنجلترا كمان تعادل قدام المنتخب الأوكراني فنقاطه نوعا ما صارت أقل بالإضافة إلى منتخب البرازيل موجود بالمركز الثالث نفس التصنيف نقاطه أفضل بشوي يعني كمان نحقق نتائج إيجابية بالمباريات الودية ما رح أحكي بشكل عام عن المنتخبات العالمية وعن النتائج اللي عملوها بالمباريات الودية رح نحكي أكتر عن المنتخبات العربية بالمركز الثاني منتخب فرنسا تراجع ليس بالتصنيف بقدر ما بالنقاط بس بالمركز الثاني وأكيد المنتخب الأرجنتيني بالمركز الأول لكونه حامل لقب كأس العالم وكمان بالمباريات الودية عم بيقدم نتائج إيجابية بالتصفيات كأس كوبا أمريكا وتصفيات كأس العالم عم بيقدم كمان نتائج إيجابية وفاز بالمباريات فبالتالي ما في شي عم بيتغير بأفضل عشر منتخبات عالمية وهون يا شباب منروح لأفضل عشر منتخبات عربية بالتصنيف العالمي وكمان تصنيف هالمنتخبات بشكل عام بتصنيف الفيفا يعني هذا الشيء كمان مهم لازم تعرفوه مين تقدم مين تراجع كم مركز رح نحكي عن المنتخبات العربية بشكل أوسع بالمركز العاشر منتخب الأردن منتخب الأردن تراجع مركزين كان موجود بال82 عالميا هلأ صار بال84 والعاشر عربيا يعني تصنيف منتخب الأردن تراجع مركزين نتيجة الخسارتين بالمباريات الودية اللي خسروها منتخب الأردن قدام النروج وقدام أزربيجان فبالتالي خسروا مركزين كانوا موجودين بالمركز 82 عالميا صاروا بال84 بالإضافة لكون منتخب الأردن صار بالعاشر عربيا وهو كمان عاشر عربيا بالمجمل التاسع عربيا و73 عالميا ولم يتقدم ولم يتأخر هو منتخب سلطنة عمان منتخب سلطنة عمان نعم اتعرض لخسارة قاسية قدام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكن فاز كمان بمباراة ودية على منتخب فلسطين فبالتالي كان فيه توازن بنتائج المنتخب العماني بالإضافة أنك لازم تحسب قدام الولايات المتحدة الأمريكية من المنتخبات القوية أفضل 20 منتخب فالخسارة قدامهم يعني ما بينقص لك كثير نقاط لهذا السبب منتخب عمان محافظ على المركز 73 عالميا التاسع عربيا لا تقدم ولا تأخر المركز الثامن عربيا فهو منتخب الإمارات السبعين عالميا الثامن عربيا ومتقدم مركزين منتخب الإمارات العربية المتحدة طبعا نتيجة النتائج الإيجابية اللي قدمها منتخب الإمارات الإمارات لعبوا مبارتين وفازوا فيها فازوا على كوستاريكا بنتيجة 4-1 كانت النتيجة جدا إيجابية نتيجة قدمت من تصنيف منتخب الإمارات بالإضافة إلى فوزا على ما أعتقد على منتخب تايلاند فعن نحكي من دون تحضير كامل فبالتالي عم نعيش على ذاكرتي بحول المباريات اللي لعبوها المنتخبات فمنتخب الإمارات لعب مبارتين وديات وفاز بها المبارتين والفوز الكبير على كوستاريكا أدى إلى تصنيف جيد للمنتخب الإماراتي تحسن بالتصنيف بمركزين مركز السابع عربيا وتسعة وستين عالميا وتحسن بتصنيف مركز واحد منتخب العراق منتخب العراق طبعا تحسن جيد لكن أكيد ما هو التحسن الكبير لكن تحسن أفضل من كتير منتخبات اللي رح نحكي عنها تراجعت بشكل رهيب فبالتالي منتخب العراق تحسن بمركز واحد طيب ليش تحسن بمركز واحد وحقق بطولة تايلاند وفاز بالمبارتين لأن بالفيفا المنتخب العراقي ما فاز بالمبارتين بالفيفا المنتخب العراقي تعادل مع الهند وتعادل مع تايلاند ركلات الترجيح هاي إضافة من البطولة أما نتيجة التسعين دقيقة بيحسبوها بالفيفا فبالتالي المنتخب العراقي بالنسبة للفيفا هو تعادل بالمبارتين لم يفز بالمبارتين بينما بالنسبة لبطولة تايلاند هو فاز بالمباردن نفس الأمر رح يصير بدورة الأردن هي ضمن أيام الفيفا لكن إذا تعادلت بالمباردن ورحت لركلات الترجيح فركلات الترجيح غير محسوبة يعني أنت تعتبر متعادل بالمباردن فالمنتخب العراقي لازم تأخذوا هاي النقطة بعين الاعتبار المنتخب العراقي تعادل بالمباردن قدام الهند وقدام تايلاند فاز بالبطولة لعب ركلات ترجيح لكن متعادل فبالتالي تصنيف مركز واحد كمان جيد يعني أنك تقدم بالمراكز حتى لو كان تصنيف نصف مركز أحسن ما أنك تتراجع بهذا التصنيف المركز السادس عربيا والواحده ستين عالميا منتخب قطر منتخب قطر متراجع مركزين المنتخب القطري بالمباريات الودية تعرض للخسارة قدام منتخب كينيا وتعادل مع منتخب روسيا فبالتالي نتائج المنتخب القطري بشكل عام خلال المباريات السابقة كانت بتراجع مستمر فبالتالي المنتخب القطري عم بيتراجع مركزين بالتصنيف متواجد حاليا بالمركز السادس عربيا والواحده ستين عالميا نحكي عن أكتر منتخب عربي متراجع بتصنيف الفيفا فهو المنتخب السعودي المنتخب السعودي الخامس عربيا السبعة وخمسين عالميا ومتراجع ثلاث مراكز بتصنيف الفيفا الأمور واضحة لأن المنتخب السعودي خسر بالمبارتين قدام كوستاريكا والدام كوريا الجنوبية نعم المباريات كانت نوعا ما أقوى لكن كوستاريكا تعرضت للخسارة قدام الإمارات فبالتالي تصنيف الفيفا يعتبر كم هذا المنتخب قوي أهمية هذا المنتخب وكمان النتائج اللي انت عم تعملها خلال المباريات السابقة فالمنتخب السعودي بعد بطولة كأس العالم بتراجع مستمر بنتائج سلبية فهذا التصنيف عم بيأدي أن المنتخب السعودي عم بنلاقي 57 عالميا علما عم بنلاقي منتخب السعودي عم بيشارك ببطولات كأس العالم يعني بال2018 شارك بال2022 شارك نتائجه بالتصفيات جيدة لكن هاي المباريات الودية دائما عم بتخلي المنتخب السعودي يتأخر بالتصنيف والتصنيف مهم مهم جدا لكن ما عملاقي هذا الاهتمام بهذا التصنيف لأن القرعة دايما لازم تخدمك أنت لما بتشارك ببطولة كأس العالم تتجنب منتخبات قوية هذا الشي ما عم بيصير بالنسبة للمنتخب السعودي فتصنيف 57 عالميا بالإضافة إلى تراجع بثلاث مراكز ومركز خامس عربيا الرابعة والثالث والثاني والأول بصراحة بآخر عشرين ممكن أنا ما شفت حدا تعدى على منتخب مصر وجزائر والمغرب وتونس يعني هالمنتخبات دايما متواجدة بين الأربعة الأفضل عربيا وهذا الشي المنطقي أحيانا كنا منلاقي منتخب عم يوصل للمنتخبات العربية بشمال أفريقيا مثل المنتخب السعودي لكن بالمجمل هالأربعة منتخبات دايما متواجدة بالتصنيف أفضل أربعة منتخبات عربية وبالتصنيف العالمي دايما متواجدين بشكل جيد فإذا حكينا عن المركز الرابع فمنتخب مصر بالمركز 35 عالميا وبالمركز الرابع عربيا ومتراجع مركز واحد بتصنيف الفيفا طبعا المنتخب المصري سبب التراجع النتائج اللي عملها بالمباريات الودية خسارته قدام منتخب تونس وفوزه بنتيجة واحد صفر على أسيوبيا اللي كمان ضعيفة يعني فبالتالي خسارة قدام تونس وفوز متواضع على أسيوبيا أدى إلى تراجع منتخب مصر بالتصنيف مركز واحد موجودين بالمركز الرابع عربيا 35 عالميا مركز جيد بالنسبة لكون منتخب مصر أساسا ما شارك ببطولة كأس العالم بالـ 2022 نتائجه بين الجيدة والغير جيدة يعني ما عم بتلاقي المنتخب المصري مستقر على النتائج الإيجابية وبالمركز الثالث عربيا والمركز 34 عالميا منتخب الجزائر المنتخب الجزائري كمان متراجع بتصنيف الفيفا مركز واحد السبب هو التعادل التعادل منتخب الجزائر أمام تنزانيا أو بوتسوانا صلحوا لي يا جماعة بالتعليقات المنتخب الجزائري تعادل بمباراة بالتصفيات الأفريقية وفاز على منتخب السنغال هلأ أنا استغربت بصراحة تراجع منتخب الجزائر مركز واحد لأنك أنت عم بتفوز بمباراة أوية قدام السنغال بطل أفريقيا لكن عم تتعادل مع تنزانيا أو بوتسوانا صلحوا لي لأن في عندي خربة طبيعية الزاكرة تونس لعبت مع تنزانيا ولا تونس لعبت مع بوتسوانا الجزائر لعبت مع تنزانيا أو بوتسوانا فالمهم يا جماعة تعادلوا بمباراة فازوا بمباراة دائما كمان في تأثير على المنتخب اللي أمام الجزائر يعني هل يعترى هو المنتخب اللي قدم نتائج جيدة فبالتالي إذا قدم نتائج جيدة حتى لو كان منتخب الجزائر عم بيقدم مستوى فأحيانا تصنيف الفيفا يعتمد على بقية المنتخبات كمان هل يعترى هي أقوى أو لا وهون منروح لتاني أفضل منتخب عربي بالتصنيف و29 عالميا مركز جيد للمنتخب التونسي وكمان متقدم بتصنيف الفيفا مركزين فالمنتخب التونسي عم بيقدم تصنيف جيد مباريات جيدة فاز بمبارتين بالمباريات الأخيرة بالتوقف الدولي فاز على منتخب مصر بنتيجة 3-1 المنتخب التونسي مثل ما حكينا لعب أما مع بتسوانا وتنزانيا دائما هالدول الأفريقية الموجودة بالجنوب خربط فيها بصراحة لكن منتخب تونس عودنا على تصنيفات جيدة عودنا على مراكز جيدة منتخب تونس عم بيقدم كرة قدم أمتع حاليا تابعوا منتخب تونس منتخب جيد وجميل جدا بكرة القدم اللي عم بيقدمها حاليا تصنيفه 29 عالميا التاني عربيا ويستحق هذا التصنيف بكل جدارة واستحقاق وأخيرا وليس آخرا أكيد بالتصنيف المركز الأول منتخب المغرب أصود الأطلس بالمركز الأول عربيا وب13 عالميا والمنتخب المغربي متقدم مركز واحد بالإضافة لكون منتخب المغرب لو ما تأجلت مباراة الودية بسبب الزلزال اللي صار الله يحمي أهلنا بالمغرب وليبيا كان ممكن حتى يقدم أكتر بالتصنيف لكن فاز بمباراة واحدة بالمباريات الودية فبالتالي يتقدم مركز واحد المنتخب المغربي أنا بشوفه بيستحق أكتر من التصنيف 13 وحكيتها بالفيديوهات السابقة الأول عربيا معروفة ليش لكن 13 لا المنتخب المغربي كان لازم يكون بين العشرة الأوائل كونه كان بكاس العالم بين الأربع الأوائل بس النتائج هي اللي راح تحكم إن شاء الله به بالأيام القادمة إذا المنتخب المغربي استمر بالنتائج الإيجابية بالمباريات الودية أنا بشوف منتخب المغرب قريب جدا وأكتر مما تتوقع لتحقيق المركز الأول بتصنيف عفوا المركز العاشر على الأقل ضمن العشرة الكبار بالعالم هذا الشيء نحن بنسعاله دائما ننلاقي منتخباتنا العربية موجودة بين العشرة الكبار قسم أكيد اللي يضلوا واستمروا لنهاية الفيديو جماعتنا من سوريا منتخبنا بالمركز 12 عربيا بالمركز 93 عالميا منتخبنا تقدم مركز واحد بتصنيف الفيفا وهذا الشيء جيد بصراحة نحن مبسوطين بهذا التصنيف الجديد 93 عالميا شدينا حالنا شوي نوصل للتسعين بالمجمل تقدمنا مركز نتيجة فوز منتخبنا على الصين تعادلنا قدام ماليزيا لو فزنا على ماليزيا كان ممكن حتى نكون بالتسعين يعني كانت النتائج قريبة النقاط قريبة مع منتخبات الموجودة بالتصنيف 92 و91 لكن تعادلنا بس بشيك العام إذا تقدمت مركز كمان دائما أنا بكون رضيان أهم شيء ما تتأخر ما تتراجع خليك عم تتقدم مركز 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 ممكن تلاقي حالك بالخمسة وثمانين بالثمانين بينفع أكتر بالتصفيات بينفع أكتر ألا بدك تواجه اليابان بالتصفيات كأس العالم يعني فبعد شوي عن هالمنتخبات إذا كنت أدرانت بعد عن هالمنتخبات أتمنى أعجبكم الفيديو يكونوا بصحة وخير وسلامة